بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيف بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تؤسقوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباح فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا أموالكم التي جعل الله لكم قيما وَرُزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَحْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَحْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فدئمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكون ربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصين بها أودين وإن كان رجل وورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يحسي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بدهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حتيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتبنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفوا النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتوهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويدعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نتح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضحنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمحروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تدارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصفيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضادع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاط بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمسافين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكترون ما آتاه الله من فضله وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لجنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها آمنوا بكفرهم فنردها على أدبارها آمنوا بكفرهم فنردها على أدبارها لو لم نأذن لهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا 119. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما حظيما 111. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 112. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 113. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والضغوة ويقولون للذين كفروا 114. هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا 115. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 116. أم لهم نصيف من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 117. أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله 118. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 119. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وتفى بدهنم سعيرا 110. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النارا 111. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 112. إن الله كان عزيزا حكيما 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 114. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 115. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 116. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل 117. إن الله نعم ما يعبكم به 118. إن الله كان سميعا بصيرا 119. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 119. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 110. ذلك خير وأحسن تأويلا 111. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 112. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به 113. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 114. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 115. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 114. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك 115. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 116. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم 117. وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا 118. وما أرسلنا من رسول إلا ليضاع بإذن الله 118. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 119. فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجبوا الله جوابا رحيما 111. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 112. مما قضيت ويسلموا تسليما 113. ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوا 114. ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 114. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا حظيما 115. ولهديناهم شراطا مستقيما 116. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 117. من النبيين والصديقين 118. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 119. وحسن أولئك رفيقا 119. ذلك الفضل من الله 110. وكفى بالله عليما 111. يا أيها الذين آمنوا 111. أخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 112. وإن منكم لمن ليبطئا 113. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي 114. إذ لم أكن معهم شهيدا 115. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة 116. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 117. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة 118. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أدرا عظيما 119. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 111. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 112. واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا 113. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 114. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت 115. فقاتلوا أولياء الشيطان 116. إن كيد الشيطان كان ضعيفا 117. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 118. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 119. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب 119. قل متاع الدنيا قليل 110. والآخرة خير لمن اتقى 111. ولا تظلمون فتيلا 112. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة 111. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 112. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 113. قل كل من عند الله 114. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 114. ما أصابك من حسنة فمن الله 115. وما أصابك من سيئة فمن نفسك 116. وأرسلناك للناس رسولا وتفى بالله شهيدا 117. من يطع الرسول فقد أطاع الله 118. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 119. ويقولون طاعه 111. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 111. والله يكتب ما يبيتون 112. فأعرض عنهم وتوكل على الله 113. وكفى بالله وكيلا 114. أفلا يتدبرون القرآن 115. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 116. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 117. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 118. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 119. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 110. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 111. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 112. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها 113. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها 114. وكان الله على كل شيء مقيتا 115. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 116. إن الله كان على كل شيء حسيبا 117. الله لا إله إلا هو 118. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 119. ومن أصدق من الله حديثا 111. ومن أصدق من الله حديثا